سبع الخير أهلا بحضراتكم في موجزة جديد للخدمات نقدمه لكم من تلفزيون اليوم السابع تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتيجة المرحلة الأولى لتنصيق القبول بالجامعات ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنصيق أمام طلاب الثانوية العام معقب 24 ساعة من إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنصيق المقرر ومن جانبه قال سيد عطى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنصيق إنه سيتم تطبيق نفس قواعد التنصيق المطبقة على طلاب المرحلة الأولى من حيث تسجيل الرغبات من خلال موقع التنصيق الإلكتروني إضافة إلى إتاحة معامل التنصيق على مستوى الجامعات الحكومية وعلى صعيد آخر تعلن اليوم وزارة التربية والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2020 إلكترونياً على موقع الوزارة من خلال الدخول على الرابط الخاص بالنتيجة أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه ستقوم بإجراء غلق جزئي لطريق الفيوم وطريق إسكندرية الصحراوية بمحيط ميدان الرماية وذلك لتوصيل كابلات كهرباء لمدة أربعة أيام وذلك ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء الموافق الاثنين من سبتمبر على أن تكون الأعمال بدء من الساعة الثانية عشر صباحاً حتى سادس صباحاً دون تعطيل حركة المرور ونجدت محافظة الجيزة قائد المركبات بالتعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالتعليمات المرورية وسوف تقوم الشركة المنفذة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بالموقع توزع وزارة الأوقاف اليوم الأحد سبعة عشر طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات المنوفية والإسماعيلية القليوبية الجيزة القاهرة وذلك بواقع أربعة أطنان لمحافظتي المنوفية والقليوبية وثلاثة أطنان لكل من محافظة الإسماعيلية والجيزة والقاهرة وذلك الأسبوع الرابع على التوالي وأكدت الأوقاف على ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع تلك الأسر المستحقة مشيرة إلى حرصها على عدم تصفير أحد عند التوزيع وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومرعاة ضوابط التباعد وعدم تزاحم عند عملية التوزيع أوضحت وزارة الكهرباء بعض القيم التي تخصم من رصيد عداد الشحن مسبوق الدفع كي تمكن المواطن من معرفة طريقة عمله وأكدت الوزارة في منشور لها أن يتم خصم قيمة فرق الاستهلاك التي تبدأ من 22 جنيها عندما يصل المستهلك إلى 101 كيلو وات في الساعة وترتفع إلى 139 جنيها عند استهلاك 651 كيلو وات ثم 270 جنيها عند وصول الاستهلاك إلى 1000 كيلو وات في الساعة كما يتم خصم مقابل خدمة عملاء التي تتراوح قيمتها بين جنيها للشريحة الأولى من الاستهلاك وحتى 40 جنيها لمن تتعدى قيمة استهلاكهم 1000 كيلو وات فلقت وزيرة التضامن الاجتماعية تقريرا حول إعادة فتح الحضنات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الوزارة وكشف التقرير أن عدد الحضنات التي تم إعادة فتحها حتى الآن بلغ 1052 حضانة في 26 محافظة وأكد التقرير أن اشتراطات الفتح تضمنت تعيين شخص مدرب لمكافحة العدوى وتخفيض استعاعات الاستعابية لـ 80% من الوارد بترخيصها والتزام الحضانة بتوفير أدوات نظافة وكاشف حراري ومنع استقبال الأهالي والزور وإلى أسعار الذهب حيث ارتفع أربعة بنيهات عن تعاملات الأسبوع الماضي وسجل عيار 21 862 بنيها في حين سجل عيار 18 738 بنيها ونصف للجرام أما عن سعر الدولار الأمريكية في مقابل البنيه المصري فبحسب البنك المركزي سجل الدولار اليوم 15 بنيها و83 قرشا لأشراء و15 بنيها و93 قرشا لألبيع ونختتم موجز الخدمات بأحوال التقصة حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة حيث يسود تقص حار رطب على القاهرة والوجهة البحرية فيما تصل معدلات رطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 78% كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد تقص شديد الحرارة أما بالنسبة للدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 37% والصغر 25% والإستندرية العظمى 32% والصغر 25% أسوان العظمى 42% والصغر 27% إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية موجز الخدمات شكرا من قيبة المتابعة أعده لكم محوط حسن وإسراء عبد القادر وقدمته إليكم للسين فؤاد وانتظرونا في متابعة إخبارية على مدار الساعة في يوم السابع إلى اللقاء